بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها رئيس المخابرات الأمريكية ويليام بيرينز إلى إسرائيل واجتماعه مع قيادات المخابرات الإسرائيلية أجرى وزير الدفاع الإسرائيلي بني جانس جولة على الحدود مع لبنان ليوجه رسالة من هناك ما فادها أن حزب الله وإيران يمثلان الخطر الأكبر على استقرار العالم والمنطقة على حد سواء داعيا كل اللاعبين والدول في العالم لأكبح ما سماه بالعدوانية الإيرانية ضد إسرائيل مختتما تصريحاته بالتأكيد على أن هذا هو وقت الأعمال والعمليات المشتركة اللافت في تصريحات جانس هو دعواته للقيام بعمليات مشتركة دون أن يحدد الطرف المشتركة مع إسرائيل تصريح عسكري يعكس رغبته منذ أن كان رئيسا للأركان في تشكيل تحالف دولي عسكري وإقليمي على غرار النيتو لضرب إيران إلا أن عدم إيمان من حوله بالفكرة كبح جماعة حديث جانس يعكس بدوره ترقبا إسرائيليا ومحاولة هروب من الفشل الاستخباراتي الذي اعترفت به دوائر إسرائيلية عقبات جدد الاشتباكات أخيرا مع حزب الله تقارير صحفية اعترفت بأن المخابرات الإسرائيلية فشلت في توقع موعد أو مكان الضربات اللبنانية على إسرائيل وهو ما أثار حفيظة جانس ورفاقه من جنرالات وزارة الدفاع التوتر على الحدود بين إسرائيل ولبنان تصاعد الأربعاء الماضي عقب إطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان تجاه مزارع شبعاء المحتلة تجاوز إثنان منهم الحدود وبين التصعيد الأخير والتطورات الإقليمية تتزايد دقة المشهد على الحدود بين لبنان وإسرائيل فيما لا تغيب إيران عن المشهد